بسم الله الرحمن الرحيم وحلم الخروف السمين الخالي من أي عيوب أو جروح جسدية بيشير إلى الستر المادي وزيادة الرزق في حياة الحالم مما يزيد من راحة إحساسه بالرضى في حياته أما تفسير الحلم بالخروف بيدل على أنه يخرج الصداقات في مواكتها كما أن الرؤية برضو ربما بتنظر الحالم بأنه لا يوفي بالنظور رؤية الخروف في المنام بتشير إلى الجيش الذي يتسم بالقوة الجسدية والعقلية كما أن الخروف قد يشير إلى سلطان أو حاكم دولة معروف بنفوزه الجبارة في اليقظة أما الخروف في الحلم لو كان مريض وجسد ونحيف فالرؤية هنا بتقمي بالفقر والديون كما أن نفس الحلم بيدل على قلة حيلة الحالم وعدم قدرته وعلى التحدي للمشاكل بقوة وبشجاعة الكبش في الحلم بيشير إلى سلام اتنية الحالم وقلبه الخالق من الضغاء والقراهية ولو الحالم كان متمرد على الدين والمجتمع فإن رؤيته للخروف أو الكبش بتشير إلى زيادة فساده واختراقه لقوانين المجتمع وعاداته المفسدة الخرفان في المنام الخرفان في الحلم لو كانت عنيفة وتريد أن تهجم على الحالم فهنا الحلم بينظر صاحبه أنه سيصدم بأيام مليئة بالمرض والإنحضرات المالية القاسية وتدل رؤية تفسير حلم قطيع من الخرفان بالانتصار وفك القرب ولو الحالم كان رجل أعمال أو شخص في مجال التجارة فهذا المشهد يؤكد أن كافة صفقات التجارية القادمة ستكون ناجحة ومتميزة أما رؤية الخروف في المنام للإمام الصادق قال الإمام الصادق أن الخروف لو زبح في الحلم فالرق يفتدل على وفاة الحالم وهو يدافع عن عرضه أو ماله أو أنه سيحصل على الشهادة أو سيدخل في أعلى درجات الجنة والله أعلم زبح الخروف في المنام إذا رأى الشخص في المنام وأنه يقوم بزبح خروف دل ذلك على وفاة أحد الأشخاص القاربين منه إذا كان الشخص سجين ورأى في منام وأنه يقوم بزبح خروف دل ذلك على الفرج القريب من الله وعلى أنه سوف يتخلص من الهم والغم والقرب إذا رأى أحد الأشخاص أن أحد القاربين منه يقوم بزبح خروف دل ذلك على أن هذا الشخص سوف يسافر من أجل أداء الحج رؤية الحلم بأنه قام بزبح الكبش في حلمه فهذا يؤكد أنه له أعداء في الحقيقة ولكن سيهزمهم عن قريب ولو كانت له بعض الأهداف المتعسرة وغير قادر على تحقيقها فهذه الرؤية بتبشره بأن الله سيسر له كل ساعة كمان بنقول أن نحر الرأي للكبش فيه الحلم دليل على توبته بعدما كان رجل مليء بالزنوب ولكن هذه الرؤية تؤكد أن الله سيفتح له أباب التوبة والرحمة في القريب العاجل من كان مديون بقى وزبح الكبش فيه منامه دل ذلك على قضاء ديونه ومن كان يشعر فيه حياته بالإطراب وزعزع في الأمان وزبح الكبش فيه منامه فسوف يحصل على الأمان وبالأخص لو كان الرأي مسجون أما بالنسبة لأكل لحم الخروف في المنام إذا رأى الشخص في منامه أنه يكون بأكل لحم الخروف الغير مطوط دل ذلك على أنه يتكلم كثيرا ويخود فيه أعراض الناس أما تفسير حلم أكل الخروف بيدل على زوال الغم واسترداد الصحة والإحساس بالطاقة والحيوية في الحياة وإذا كان هذا اللحم شهيا ومزاقه لذيزا أما إذا كان الرأي تناول قطع من لحم الخروف فكانت رأحتها منفرة بسبب أنها فاسدة فالرؤية هنا توحي بالفشل والخلافات وعدم الكدرة على مواجهة التحديات الحياتية كما أنها بترمز إلى فساد أخلاق الحالم وقيامه بأفعال تغضب الله تفسير رؤية صوت الخروف في المنام إذا رأى الشخص أنه حصل على صوت الخروف دل ذلك على أنه سوف يحصل على مال وصروة كبيرة شراء الخروف في المنام يقول ابن سيرين عندما يحلم الرأي أنه يشتري الخروف في منامه فهذا مؤشر لناجاته إما من مرض الذي كان سيؤدي بحياته أو مصيبة كانت ستسبب فيها لكه طيب لو رأت المتزوجة أنها اشتريت الخروف في حلمها ثم زبحته فهذه الرؤية تؤكد أن الله سيزيح عنها الألم والهم قريبا رؤية المرأة بأنها اشتريت خروف لونه اسود قاطم ده اللي زالج على فق قربها والناس ستشعر بالسعادة التي كانت تردها منذ زمن طويل طيب لو كان الحالم تقي ورأى أنه اشتري خروف فإذا دليل على خروجه من مكيدة أو محنة كبيرة أما بالنسبة لتفسير حلم بيع الغنم إذا رأى الشخص في منام وأنه يقوم أو أنه قام ببيع الخروف ده لذلك على أن هذا الشخص سوف يشفي من المرض إذا كان مريض أما إذا كان غير مريض ده لذلك على أن هذا الشخص يتعلق موقف قوي ولكنه سوف يتخلص منه بكل سهولة طيب حلم زبح الخروف وسلخه إذا رأى الشخص في منام وأنه يقوم بسلخ الخروف ده لذلك على وفاة أحد من أهل البيت بالنسبة لجلد الخروف في المنام رؤية العزباء انها تقوم بشراء الصوف الخاص بالغنم في الحلم بيؤكد انها تتمتع بدرجة كبيرة من الثقة بالنفس والاعتزاز تم ان هذا الحلم يؤكد ان الرؤية ستقوم بمساعدة المحتاجين من خلال الاشراك في الاعمال التطوعية في المستقبل لو رأت العزباء ان صوف الغنم في منامها زى ملمس ناعم فهذا يشير الى هدوء واستقرار حياتها ولو كان خشن فهذا يؤكد انها فتاة حافظة لكتاب الله وتضع الله امامها عندما تفعل اي سلوك حتى ولو بسيط فهذه الرؤية تؤكد مدى تقوى الرؤية اما المتزوجة لو رأت الصوف الابيض فهذا دليل على ربحها المال من انشاءها العمل تجاري خاص بها اما رؤية الخروف المسلوخ في المنام قال الفكهاء ان صلخ الرائي للزبيحة او البهيمة في الحلم دليل على زيادة المال بالاضافة ان ذلك رزق سيأتي دون ان تبذل اي مجهود شاك اما بالنسبة لرؤية الحلم في منامه بالكبش او الماعز مسلوخ في منزل احد اقربه او معرفه فهذه الرؤية بتشير الى الضرر والحزن الذي سيكون من نصيب احد سكان هذا المنزل اما رؤية الحالم بالغنم المسلوخ في منامه بتأكد ان الرأي سيكد ويتعب حتى يأخذ ما يريده فيه الحياة وسيكون له نصيب كبير من المشقة والارهاق لكن الله سوف يكفؤه وسيعطيه الرزق على قدر تحمله وصبره طب رؤية صلخ الخروف بشرة باتيان المال للرأي فاسرع وقته الخروف المسبوخ والمسلوخ في المنام بيدل بالخفقات الكثيرة ستحدث في حياة الرأي انما بعد كده سيتعقبها وقوعه في الفقر ووصوله الى نقطة السف وبالتالي فتلك الرؤية بتحتاج من الرأي ان يتحل بالحكمة وصبر حتى يتحمل الايام القادمة سوف يستطيع ان يبني نفسه مرة اخرى ويعمل كثيرا قي يعود ما فقده من اموال والله اعلم تفسير حلم خروف مسلوخ بيشير الى ان الحالم يقوم باتقان عمله ولا يهمل ولو فيه جزء بسيط منه اما سلخ الخروف المنام هو حي ومازال فيه الروح بيشير الى ان هنا الحالم او الرأي بيقوم على تعدي على حقوق الناس والجور عليهم بلا رحمة او شفقة طيب تفسير حلم الخروف البيت حلم الرجل للزبيحة في منزله دليل على البركة والحياة السعيدة فلو كان المنزل ليس به سعادة او استقرار وراء رب المنزل ان بداخله كبش هادئ ومستكين فهذا بيشير الى الهدوء والسكون وسيحل على المنزل ويسود الحب والترابط بين افراد الاسرة واحد الفقهاء اكدوا ان المنزل لو كان مستقرا في الحقيقة وراء احد افراد ان الكبش جالس بداخل المنزل في المنام فهذه الرؤية انذار شؤمة بكسرة المشاحنات بين افراد المنزل وانعدام الراحة بداخلهم طيب بالنسبة لتفسير حلم دخول الخروف للبيت بيشير الى النزاعات والشجارات الكثيرة التي سيعاني منها افراد هذا المنزل وهذا التأويل متعلق فقط بدخول الكبش او دخول الخروف الاسود ولو الحالم رأى خروف في منزله وقام بجماعه او نكاحه فهذا الحلم بيدل على عصيانه الرائي ومعاملاته السيئة لاهله ولو الرائي ركب على ظهر الخروف او الكبش الذي دخل منزله فهذا بيرمز او بيشير الى ضعفه واعتماده على الاخرين ولو كان الحالم او الرائي مزارع اذا حلم بان الخروف دخل منزله وكان ذلك الخروف هادئا وكبيرا فهذا بيرمز حميد بيقول بالرزق الوفير وزيادة المحاصيل التي سوف تنتجها الارض الزراعية الخاصة بالحالم وغروب الخروف في المنام رؤية الحالم بان الكبش كان بينه او بين ايديه وفجأة تركه وهرب فهذا دليل على ان الحالم لا يشكر ربه على النعم التي اعطاه لهم واذا حلم الاعزب ان الكبش كان بين ايده ولكنه هرب منه دون ان يسيطر عليه الرائي فهذا يشير الى وجود فرصة كانت ستنفع الرائي او ستغير حياته ولكنها ضاعت منه بسبب عدم استغلاله بشكل سريع يبهنا الرؤية هنا بتوضح ان الحالم قليل الخبرة في الحياة ولا يعرف طرق التعامل مع الفرص الزهبية التي تأتي اليه مرة واحدة في العمر بتشير الرؤية الى عدم اكتمال زيجة الحالم الخاطب في اليقظة كما ان المشهد بيقدي الى فوز اعداء الرائع عليه في اليقظة لو الحالم كان ينوي السفر زي الرؤية بتؤدي الى عدم قيامه بالسفر طيب لحم الخروف في المنام لو الحالم شاهد لحم الخروف المشو في الحلم فالرؤية بتؤكد انه سينال منصب كبير ولكنه لم يضم اكثر من عام واحد فقط ولو الرأي شاهد خروفين او ثلاثة وقام بتسوياتها وتناول من لحمهما فهذه علامة بمكانة مهنية عليا سينالها لمدة عامين او ثلاث اعوام وبنؤكد هنا ان عدد الخراف الذي يشويها الحالم في منامه بتدل على عدد السنوات التي سيتمتع بها بمركز وظيفي او اي حاجة يعني لو الحالم تناول قطع من اللحوم الارحية فهذه علامة بانه يفتخر بدينه ولو حلم الحالم ان لحم الخروف كان مطبوخ في الرؤية وطعمه لذيذ فبيدل الرؤية على قوة الحالم وصلبته لو الحالم اكل اللحوم الخاصة باقدام الخروف فهي بتدل هنا انه يتولى مسئلية مصالح الناس مع بعضهم وتهيئة الامور بينهم يعني زي انه يكون كده حمامة سلام بينهم طيب لو الحالم اخذ من اللحوم الكبش وتناولها في المنام فالحلم هنا بيدل بانه سيصفر بانوال احد خصومه في اليقظة لو اللحوم التي تناولها الحالم كانت من فقد الكبش او الخروف وليس من اي منطقة اخرى في جسده فالحلم يؤدي بوفاة شخص من اسرته مع العلم ان الفقهاء قالوا ان ذلك الشخص الذي سيتوفع الله من احب الناس الى قلب الحالم في اليقظة والله اعلم ولحم الخروف الناي في المنام لو الحالم اكل من هذا اللحم ولم يشمئز منه فهذه اشارة بامنية ستحقق بعد سنوات طويلة من الصبر والشقاء اما لو الحالم تناول ذلك اللحم وشعر بالاشمئزاز والانزعاج فهذه علامة سلبية تؤكد حزنه على قريب بسبب الاحداث المؤسفة التي سيعيشها والخروف الصغير في المنام الخروف الصغير عبارة عن بداية مهنية جديدة ومحدودة ولكنها ستعطي للحالم الكثير من الارباح والمال المشهد بيشير للحالم بدعوة مستجابة له عن قريب فربما تكون دعوة خاصة بالزواج او الانجاب او الصحة وفي كل الاحوال سيحققها الله للحالم في اسرع وقت دي كانت حلقتنا النهاردة لكن انا هعمل جزء تاني عن تفسير برضو الخروف للفتاة العزبية وللمتزوجة والرجل تفسير حلقة تانية ان شاء الله لان انا حسيت ان الحلقة بقت كبيرة اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ينصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته